أنت كنت عايزة للحاجة على تصريحات مارسي الكولر تصريحات مارسي الكولر مارسي الكولر عليه أن يعلم أنه بيضرب النادي الأهلي هو يعرف جيداً أنه بيضرب النادي الأهلي لكن أن يعرف أنه ده جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي لا يقبل غير الفوز هيحطك طول الوقت تحت الضغط فعليك أن تتقبل ده وعارف أنه ممكن يكون بيعمل ده عشان يخرج لعيبته مضغوط واللعيبة ما تتهاجمش لكن نهاية واجه نفسك بالمشاكل اللي موجودة علشان المشاكل دي ما تطورش لازال النادي الاهلي هو المتصدر لبطولة الدوري المتاز لازال النادي الاهلي هو النادي الأقل فقدة للنقاط ولكن مارسل كولر خرج النهاردة على التراك اللي أنا كنت معجب بجد مركز في الملعب مروش علاقة بأي حاجة تانية فمش لمجرد أنك فقدت نقطتين في مباراتين بأربع نقاط لكن لازلت متصدر الدوري صعب جدا أنت تخرج برة التراك ده هيفقدك تركيزك شایه سأقل القبط بتكلم على اتنين اربعة خمسة والانتين على ناحية ايمين وواحد على ناحية الشمال بتتكلم يعني هو لو 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 لف جوه وحطل ناحية الشمال الرجل فيه صحرة ناحية الشمال اللي ما عملش الكسافة دي في طول المباراتة قريبا يعني بص wiele حrabول هنا علم علول حط ايده في وسطه هو مش مصدق أنه هو اتعملت كده ومصدق أنه واقف لو واحده في كل المساحة دي وما لفش بوشه وحطهله كانت تبقى الكرة الأخيرة وارد جداً على فكرة كتش يحصل فيها حاجة لكن التصرف نفسه هو اللي غريب زي ما قلت لك تفسيري لها هو ياس